أكد جيش الكوريا الجنوبي أن كوريا ديمقراطية اختبرت اطلاق صواريخ صباح اليوم الأربعاء إلى أن العملية انتهت بالفشل وذكرت وكالة وانباكيو دوليابانية أن كوريا ديمقراطية ربما أطلقت عدة صواريخ بينما قال مسؤول دفعي في كوريا جنوبية أن كوريا ديمقراطية أطلقت صاروخا بالقرب من مطار وونسن على ساحلها الشرقي يأتي هذا الاطلاق في الوقت الذي تجري فيه سيول وواشنطن تدريبات عسكرية مشتركة اشتركوا في القناة